في ضر الجهود الهادفة إلى إنشاء مركز الغسير الكلوي ليقدم خدماته للمرضى يطلع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بمحاطة البيضاء الدكتور مجاهد الخضري ورئيس لينة الأهالي بمديرة رداع الأستاذ محمد جار الله صلاح سكران على مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى رداع المركزي وخلال الزيارة اطلعوا على المبنى المخصص الذي تم اعتماده لإقامة وإنشاء مركز للغسير الكلوي بالمستشفى المركزي باعتبار المكان الأنسب لاستيعاب جميع مكونات المركز وذلك بعد إنزال المهندسين والمختصين المعنيين لإقرار الاحتياجات والمقومات والمتطلبات المركزية وذلك ليتسنى التخاطم على الجهات المعنية ومتابعة اعتماد المركز وفي الزيارة أكد مدير عام مكتب الصحة بمحاوطة البيضاء الدكتور مجاهد الخضري على ضرورة تضافر مختلف الجهود من أجل العمل على إنشاء مركز للغسير الكلوي وذلك نظرا لتفاق معاناة المرضى وما يكابدونه من أعباء نتيجة عدم توفير مركز للغسير الكلوي وأجار إلى أهمية المركز في التخفيف من معاناة المرضى التي يضطرون للسفر إلى المحافظات المجاورة لإجراء الغسير الكلوي من جانبه أشار رئيس لجنة الأهالي بمديرية رداء محمد زكران إلى ما يعانيه مرضى الفشل الكلوي من أوضاع عصيبة تستطلب المسارعة في إنقاذ حياتهم داعيا إلى سرعة العمل على إنشاء المركز وعطاه أولوية لا سيما وقد تم اعتماد المبنى واستكمال باقية الإجراءات من أجل إقامة مركز القسير الكلوي والذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة للقطاع الصحية ولفت رئيس لجنة الأهالي إلى أن المركز يعتبر خطوة مثمرة مثمنا جهود المتفاعلين مع المناشدات والنداءات التي أطلقها من أجل إنشاء المركز داعيا وزارة الصحة والمنظمات الدولية والخيرين إلى المساهمة الفعالة في إنشاء مركز القسير الكلوي نظرا للمعاناة المستمرة والدائمة للمرضى وفي اختام زيارتهم طافوا بأكسام المستشفى وطلعوا على احتياجات كسم الحضانة وذلك بهدف تشغيله ليقدم قدماته في الرعاية والعناية بالأطفال حديثي الولادة اشتركوا في القناة